بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مسندة من أكاديمية البشائر النموذجية اليوم الاثنين 22 ثلاثة سنة 2020 مدتنا رياضيات والصف العاشر اسم الدرس خصائص المثلث رقم واحد الآن إذا كان عندي ألف باجيم ألف باجيم مثلث قائم الزاوية فيبا وعندي النقاط دال ها واو منتصفات الأضلاع على الترتيب خلينا نشوف هاي عندي المثلث ألف باجيم ألف باجيم قائم الزاوية في با عندي النقاط دال ها واو منتصفات الأضلاع على الترتيب يعني النقطة الدال هي منتصف الضلع ألف با ها منتصف الضلع باجيم واو منتصف الضلع ألف جيم ها لما بقول دال المنتصف ألف با يعني تقسم إلى نصفين متساويين با ها أيضا يساوي ها جيم لأنها تنصف باجيم وأيضا ألف واو يساوي واو جيم الآن إذا وصلنا النقاط دال مع ها مع واو فبينتج عندنا بينتج عندنا مثلث صغير اسمه دال ها واو هذا المثلث نتج من توصيل منتصفات أضلاع المثلث القائم الزاوي الآن لو قال لي ما محيط المثلث دال واو ها كيف بدي أحسب محيط هذا المثلث من خلال معرفتي لأطوال أضلاع المثلث ألف با جيم طيب الآن هذا الكلام يقودنا لنظرية أولى نظرية رقم واحد بتقول لي أنه القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين ضلعين في مثلث في مثلث ما لها هاي القطعة المستقيمة بتحقق شغلتين الشغلة الأولى إنها أول شي توازي الضلع الثالث توازي الضلع الثالث شغلة الثانية طولها يساوي نصف طول الضلع الثالث نصف طول الضلع الثالث يعني لو جينا للقطعة دال واو هاي قطعة مستقيمة واصلة بين منتصفين ضلعين أنهم ضلعين اللي هو ألف با وألف جيم فهاي القطعة المستقيمة أول شغلة بتوازي الضلع الثالث من الثالث أنت أخدت المتصف لهذا وهذا من الثالث بيكون هاد باجيم فهي توازي باجيم توازي هذا الضلع وطول دال واو يساوي نصف طول باجيم فإن إذا أنا عرفت طول باجيم بقدر أعرف طول دال واو نفس الإشي لو جيت للقطعة المستقيمة دال ها هلأ دال ها واصلة بين أنهم منتصفين ضلعين اللي هم ألف با وباجيم فهي واصلة بين منتصفين هدول الضلعين ألف با وباجيم طيب ما لها دال ها هلأ حسب هاي النظرية دال ها أول إشي بتوازي الضلعي الثالث مين الثالث أنت أخذت منتصف هاد وهاد إذن مين الثالث هاد فإذن دال واو توازي الوتر أي دال ها توازي ألف جيم مدامها توازي إذن هي توازي أي أول شرط والشرط الثاني الشغلة الثانية إنه طولها نص طول ألف جيم فإذا أنا عرفت طول ألف جيم بيكون طول دالها نص طول ألف جيم كذلك القطعة المستقيمة ها واو هاي ها واو هي قطعة مستقيمة تصل بين منتصفي الضلعين ألف جيم وبا جيم هلأ هي واصلة بين منتصفي هدول الضلعين فهي توازي الضلع الثالث من هو الضلع الثالث اللي هو ألف با توازي ألف با وطولها أيضا يساوي نص طول ألف با إذن أنا بالطريقة هاي أو بناء على هاي النظرية بقدر أعرف أطوال أضلاع المثلث دال واو أو دال ها واو من معرفتي لأطوال المثلث الكبير اللي هو ألف با جيم الآن خلينا نأخذ مثال تطبيق على هاي النظرية الآن بحكي لي ألف با جيم قائم الزاوية في با طول ألف با يساوي خمسة سنتيمتر وطول ألف جيم يساوي طلتة عشر سنتيمتر نصفة أضلاعه ألف با وبا جيم وألف جيم بالنقاط دال ها واو على الترتيب لما بقول على الترتيب يعني الضلع الأول منتصفه دال الضلع الثاني منتصفه ها الضلع الثالث منتصفه واو لأن بقول لي احسب محيط المثلث بال ها واو طيب خلينا نشوف كيف ديكون هاي على فرض أنه هذا هو المثلث القائم الزاوي ألف با جيم ألف با جيم قائم الزاوية في با معطينا طول ألف با خمسة معطينا طول ألف جيم هذا ألف جيم 13 سانتي وهذا خمسة سانتي الآن قال لي نصفنا الأضلع ألف با نصفته في نقطة دال با جيم نصفته في نقطة ها وألف جيم نصفته في نقطة واو فالآن بقول لي احسب محيط المثلث دال ها واو اللي هو هذا المثلث دال ها واو اللي هو المثلث الصغير فأنا بدي أعتمد على النظرية في الحل من خلال معرفتي لأطوال أضلع المثلث لازم أكون عارفة كل أطوال أضلع المثلث يعني أكون عارفة طول ألف با وبا جيم وطول ألف جيم هلأ هو معطيني طول ألف با ومعطيني طول ألف جيم لكن طول با جيم مش معطينا إياه طب كيف بحسبه طبعا بما إنه مثلث قائم الزاوية بطبق نظرية في ثغرس إذن الحل أول إشي نجد طول با جيم من خلال نظرية في ثغرس طبعا نظرية في ثغرس بتقولي إنه الوتر تربيع اللي هو ألف جيم الكل تربيع باجي هون بقول ألف جيم الكل تربيع يساوي الضلع الأول ألف با كل تربيع زائد با جيم الكل تربيع وبنعود ألف جيم معطينا إياه 13 ف 13 تربيع يساوي ألف با معطينا إياه 5 تربيع زائد با جيم الكل تربيع طبعا هون 25 زائد با جيم كل تربيع تساوي 169 معادلة بمتغير 1 بنطرح 25 طبعا بعطينا هون 144 تساوي با جيم الكل تربيع طبعا أنا بدي با جيم لحالها بناخد الجذر التربيعي طبعا الجذر التربيعي لبا جيم تربيع اللي هو القيمة المطلقة لبا جيم يساوي الجذر التربيعي للمية واربع واربعين 12 القيمة المطلقة لبا جيم تساوي 12 معناته أنه با جيم يا بتكون تساوي 12 أو با جيم تساوي سالب 12 وهاي الإجابة مرفوضة ليش مرفوضة لأنه با جيم هو طول والطول دائما موجب تمام إذن قدرت أحسب طول باجيم الآن حسبنا طول باجيم الآن أطوال أضلاع المثلث الكبير كلها معروفة معاي بقدر أحسب أطوال أضلاع المثلث الصغير بناءً على هاي النظرية الآن بنكمل ما بلش أول إشي بدي أوجد طول دال واو الآن دال واو هو قطعة مستقيمة واصلة بين متصفيها دول الدلعين فطولها بدي يكون نص طول باجيم إذن بقول دال واو طولها يساوي نص طول باجيم بناءً على النظرية ويساوي نص ضرب كم طول باجيم منعوض اللي إحنا حسبنا بالخطوة السابقة عندي اللي هو قده 12 نص ضرب 12 ويساوي 6 سنتيمتر الآن بنفس الطريقة باجي بحسب طول دالها هلا دالها هي قطعة واصلة بين منتصفين الضلعين ألف با وباجيم دالها هي منتصف قطعة واصلة بين ألف با وباجيم فهاي بدها تكون تساوي طولها نص طول مين؟ ألف جيم اللي هو الوتر اللي هو الوتر فباجي بقول دالها يساوي نص طول ألف جيم بناءً على النظرية اللي شرحناها اللي هو نص ضرب كم طول ألف جيم عندي؟ 13 فنص ضرب 13 13 على 2 سنتيمتر أو بقول يساوي 6 ونص سنتيمتر مين ضل علينا نحسب؟ ضل علينا نحسب هاواو هلا هاواو قطعة مستقيمة واصلة بين منتصفين باجيم وألف جيم هاي هي القطعة فهي توازي التالت اللي هو هاد وطولها نص طول ألف با إذن طول هاواو طول هاواو رح يساوي نص طول ألف با ويساوي النص ضرب كم طول ألف با أنا عندي؟ طوله 5 فنص ضرب 5 اللي هو 5 على 2 سنتيمتر أو بقول 2 ونص سنتيمتر الآن حسبت أطوال أضلاع المثلث الصغير دال هاواو عندي دال ها طلع معانا 6 ونص عندي هاواو طلع 2 ونص وعندي دال هاواو يساوي قدية 6 لا بقدر أحسب محيطه فبقول المحيط المثلث دال هاواو يساوي مجموعة أطوال أضلاع مجموعة أطوال الأضلاع مجموعة أطوال الأضلاع بنجمع ستة اللي هو طول دال هاواو زائد ستة ونص اللي هو طول دال هاواو زائد تنان ونص اللي هو طول هاواو بنجمعهم مع بعض فبطلع معانا 15 سنتيمتر هو محيط المثلث دال هاواو طيب خلينا نشوف الآن مثال ثاني هذا المثال معطيني فيه إحداثيات مش معطيني أطوال أضلاع بقول لي سين صاد عين مثلت فيه سين 3 سبعة وصاد خمسة تنين إذا كانت دال منتصف سين عين وها منتصف صاد عين احسب أولا طول دالها وأيضا نعتبر رقم واحد بده طول دالها ثانيا بده ميل دالها طيب خلينا لو بس للتوضيح رسم تقريبي الآن نفترض أنه هاي المثلث سين صاد عين معطيني إحداثيات سين 3 سبعة معطيني إحداثيات صاد خمسة مع تنين بقول لي دال منتصف سين عين هاي دال منتصف يعني هاد يساوي هاد وها منتصف صاد عين هاي ها فبقول لي احسب طول دالها اللي هي هاي القطعة المستقيمة طول دالها الآن أنا بعرف أنه بناء على النظرية الأخذها كونها دالها قطعة مستقيمة واصلة بينها متصفين الضلعين سين عين وصاد عين فطولها بده يساوي نص طول الضلع الثالث مين الضلع الثالث اللي هو هاد هذا هو الضلع اللي أنا ما نصفته أو إنه هاي القطعة توازيه فهاي دالها هي أصلا توازي هذا الضلع فبالتالي طولها بيكون نص طول هذا الضلع فإذا بحسب طول سين صاد بعد ما أعرف طول سين صاد بقدر أعرف طول دالها طيب سين صاد هو مش معطيني طوله لكن شو معطيني إحداثيات وأنا أخدت قانون بحسب لي طول أي قطعة مستقيمة واصلة بينها نقطتين اللي هو إنه سين صاد دالنا الحل باجي بحسب طول سين صاد هلأ طول سين صاد حسب قانون مسافة بين نقطتين اللي هو الجدر التربيعي له سين تينين ناقص سين واحد لكل تربيع زائد صاد تينين ناقص صاد واحد لكل تربيع الآن من النقطتين اللي أنا بدي أسميهم اللي هم سين وصاد يعني معيش غيرهم حتى لو معاي نقطة غيرها إحداثياتها خلاص أنا بدي سين صاد إذن باخد دقطة سين ونقطة صاد ويساوي الآن إنتي حرة ممكن نعتبر سين نقطة سين هي سين واحد صاد واحد وصاد هي سين تينين صاد تنين أو العكس وبتعاوضي بالقانون طيب خلينا الآن نعود الآن أنا بدي أعتبر إنه نقطة صاد هي سين تينين صاد تينين ونقطة سين هي سين واحد صاد واحد اذا سين واحد صاد واحد سين تينين صاد تينين ونعود سين تينين عندي ادي خمسة ناقص ثين واحد ثلاثة الكل تربية زائد architect ثينين الي هي دين ناقص ثلاثتي سبعة الكل تربية ونحسبها الان خمسة ناقص ثلاثة تنين تربيع التنين اربعة زائد ثينين ناقص سبعة هي سالب خمسة سالب خمسة لما نربعها بتطلع خمسة وعشرين فبطلع معنا جذر أربع زائد خمسة وعشرين وساوي جذر تسعة وعشرين هذا طول القطع سين صاد طيب الآن أنا ما بدي طول سين صاد بدي طول دالها لأن بما أنها دالها هي واصلة بين متصفية ضلعين هدول وتوازي سين صاد فإذا طولها يساوي نص طول سين صاد إذن بقول طول دالها يساوي نص طول سين صاد يعني رح يساوي نص ضرب سين صاد اللي حسبناه بالخطوة السابقة جذر التسعة وعشرين فيساوي جذر التسعة وعشرين على تينين جذر التسعة وعشرين على تينين وحدة طول وحدة طول إذن هاي طول دالها وهذا هو المطلوب الأول طيب نشوف المطلوب التاني المطلوب التاني بقول لي احسي بميل دالها ميل دالها هلأ دالها أنا بعرف إنها توازي سين صاد وإحنا بنعرف إنه إذا كان عندي مستقيمين أو قطعتين متوازيتين أكيد رح يكون لهم نفس إيش الميل فالآن بقول بما أن بما أن دالها القطعة دالها توازي سين صاد هاي توازيها هذا يعني إنه ميل دالها وإنه نمزده هيك ميل دالها رح يساوي ميل سين صاد يساوي ميل سين صاد فأنا عشان أوجد ميل دالها بكفي إنه أوجد ميل سين صاد وأخذنا كيف نحسب ميل أي مستقيم مار بنقطتين أخذنا قانون إنه الميل ميل سين صاد هو يساوي كونه معاي نقطتين فإذن هو فرق الصادات صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1 ويساوي كم عندنا صاد 2 خنقول 2 ناقص صاد 1 اللي هي 7 على سين 2 اللي هي 5 ناقص سين 1 3 ويساوي سالب 5 على 2 وهذا هو ميل سين صاد وهو أيضا نفسه يساوي ميل القطعة المطلوبة دالها إذن ميل دالها يساوي ميل سين صاد ويساوي سالب 5 على 2 إذن بهاي الطريقة أنا وظفت أكثر من قانون بهذا السؤال وظفنا قانون ميل وظفنا قانون مسافة بين نقطتين طبقنا على النظرية اللي أخدناها أنه طول القطعة المستقيمة يساوي المستقيمة الواصلة بين المتصفين ذو العين في مثلت طولها يساوي نص طول الضلع الثالث الآن حبيباتي بتمنى إن شاء الله إنها تكون الفكرة وصلاكم ورح أعطيكي واجب الآن الواجب معاكي اللي هو سؤال السؤال الأول والسؤال الرابع واجب السؤال الأول زائد السؤال الرابع صفحة 62 وبتمنى إنه يكون الحل على الدفتر وتبعتوني على الخاص هاي الواجبات من الساعة 7 إلى الساعة 8 وبتمنى يكون الاسم واضح عشان أعرف مين اللي أبعتت لهذا الواجب وبالتوفيق إن شاء الله ويعطيكو العافية ترجمة نانسي قنقر